شيء آخر نمرة تمانية وهاي كتير كتير مهم اللي هي مجد الله واو تحكي عن مجد الله في العهد القديم كان يعني على جبل سينة لما مجد الرب كان رعب خوف بسبب حضور الله يعني الناس اللي بتذكر اسم الرب وما بيخافوا من حضور الله في العهد القديم واضح أنا الرب يهوى أنا يهوى هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات يعني الناس اللي بتصنع تمثيله بتصنع منحوتات الرب لا يعطي مجده لأي شيء آخر كابيش مفهوم أحبائي فإذا الأمر واضح يعني بقول أنا الرب هذا اسمي مجدي خلاص لا أعطيه لآخر كمان آية في العهد القديم من أجل نفسي من أجل نفسي أفعل لأنه كيف يدنس اسمي وكرامتي لا أعطيها لآخر عارفين أبتأمل أنه ما بتعبكو يعني في اللغة لا هاي كانت دراستي في اللغة العبرية فيه كلمتين اللي هي بتوضح عن حضور الله أو مجد الله الكلمة دايما اللي مستخدم الأكتر استخداماً ولسيما خيمة الاجتماع في العهد القديم اللي هي مجد الله وعمود السحاب وعمود النار إلى آخر هي حضور الله شكناية أوكي شكناية في اللغة العبرية اللي بتكلم عن مجد حضور الله الدائم المتواصل المستمر الذي لا يتقهقر لا يترع حضور قوي يعني حضور الله جلال الله ذاته الكلمة الثانية اللي هي كفود الكفود تعني مجد أوكي بس بتعني كمان كرامي زي ما قال في سموئيل يعني أكرم الذين يكرمونني هون بيتكلم زال المجد من إسرائيل اللي أنا تبوت الرب أخذ يعني فسمت في سموئيل يعني أربعة اتنين وعشرين بتهيألي زال المجد يعني إخفود وين رحل المجد فبيستخدم حضور الله شكناية والكلمة الثانية الكرامة إن كنت أبن فأين كرامتي نشكر الله العربي بتوضح أكتر لأنه قريبة من اللغة العبرية أو اللغة الأرمية فبيتكلم عن المجد في إشعية اتنين واربعين آية ثمانية مجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات وفي هاي الآية بقول وكرامتي لا أعطيها لآخر خليني أروح للعهد الجديد تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال اسمع أيها الآب قد أتت الساعة يعني هو عم بكم المخططة الله للصليب قد أتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا في أوضح من هيك والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك نحن نقول لما بقوله زي يسوع بن الله المسيح بن الله يعلن عن الذات الإلهية والذات الإلهية معلنة كائنة كامنة في شخص المسيح المبارك والآن مجد أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم واو يحنة 17 يا جماعة هذا كلام ولا بليز أحبائي المسيحيين اللي غير مدرك هذه الحقائق بليز من فضلك بترجاك ببوس رجليك ارجع لكلمة الله في الكتاب المقدس أحباء المسلمين ببوس رجليك ما تهاجم لأنك بتهاجم الله صدقني ارجع اقرأ طب ليه بدكش تقرأ الكتاب المقدس يا أمم يا دول العربي افتحوا أنا بتكلم عن الدول كتير دول الفاتحين إنه ناس تقرأ الكتاب المقدس ما تمنعه مع أنه اليوم الناس بتقرأ يعني فيك تفوت على السايت وتقرأ يعني وترجمات اللي بدك إياها موجودة فإذا هذا المجد أحباقي واضح جدا بقول له مجدني عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم خلي بالك هذا المجد بيتكلم عنه في كما رح نتكلم عن الإخلاء أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس يعني أخذ يعني تخلى عن بعض هذا المجد اللي كان عنده فبقول له مجدني فهو مدرك إنه هذا المجد هو من حقوقه مش مش خلصة مش سرقة مش أي كلام هذا من حقه من شرعيته فبقول له مجدني بالمجد الذي عندك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم في آية قوية جدا 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 ومين في رسالة يعقوب الرسول يعقوب كان بسموه النموسي يعني يهودي أكتر من بولوس الرسول أكتر من هيك وشخص عملي يعني رسالته كتير عملية يريد تقرأ رسالة يعقوب شو بقول يا إخوتي لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح خلي بالك مجدي لا أعطيه لآخر في الشعية قلنا ولا تسبيح للمنحد بقول لا يكن لكم إيمان ربنا كلمة رب هي بتعود على الله يسوع المسيح رب المجد رب المجد وحد من أقوى الآيات في العهد الجديد يهو بقول مجدي لا أعطيه لآخر وهنا الرسول يعقوب بقول عن يسوع رب المجد وفوت على تفسيرات كلمة رب المجد وشوف هوية وشخصية الرب يسوع لا يكن لا يكن لكم إيمان رب يسوع المسيح رب المجد في المحابة واكتفي بهذه الآية مع إنه مليان إذا بتروح لسفر الرؤية أيضا موسيقى